الله يسعد صباحكم بالخير يعطيكم الصحة والعافية طبعا اليوم حبينا نجيكم في هذا الصباح الجميل بشيء فريد ونادر ومميز في عالم البستيد لأول مرة يمكن في وطننا العربي نصور فيديو لهذه الفاكة النادرة والمميزة والفريدة في نوعها طبعا في البداية هذه شقرة من الأشدار أيضا المعمرة وأيضا تصلح كشقرة زينة كشقرة ظل كشقرة فاكة تصلح حتى في الحضائق في الشوارع شقرة كل الأجواء تصلح وأيضا في كل الظروف تصلح طبعا ناس كتير هتسأل عن الاسم لكن خليكم معايا الأول نقطة شوية معلومات أنا بقول لكم شقرة معمرة كثيرة الخضرة يعني طول السنة مخدرة الفاكة حاجتها تيجي زي ما انتم شايفين نصوريكم الآن في منتصف أغسطس بتيجي في الصيف مع المانجو كتير من الناس هيستعقب واش هذه الفاكة يا مهندس واش الاسم طبعا يا جماعة الاسم يختلف عليه الناس كتير في كل الدول يا جماعة ثقافات وحضرات احنا بنحاول نطلع بالأسماء المتعرف عليها فهذه الفاكة يا جماعة سألنا عليها لأنها موجودة خاصة في سلطنة عمان وفي الامارات بالتحديد اسمها لمبك وفي ناس يقول لك بملك وفي ناس يسمونها همبو بوحصة في الامارات لأن الناس يقولوا على المانجو همبو فيقول لك دي مانجو بوحصة ليش يعني بوحصة؟ لما تجف في الأرض تصير مثل الحصة كأنك محصل كده حصة يعني حجارة صغيرة فبالتالي جاء الاسم يعني حسب الشكل المتعرف عليك طيب ايش كان كمان يا جماعة الاسم في جنوب افريقيا اسمها في جنوب افريقيا طبعا ناس كتير بقى اول شيء طبعا انعارف كل المتابعين اول سؤال يا مهندس وش الطعم شوفوا الشكل تعال قرب لو سمحت شوفوا الشكل كيف هذا الشكل يا جماعة زي ما انتم شايفين طيب الطعم شوفوا طبعا فيها مية بسيطة طبعا الطعم يا جماعة اا يعني ايش اه وصف لكم حامض ما حلو كأنك تاكل منجة اا اا يعني كانت مرما في الشمس او حامضة او يعني صار عليها تغيرات مش طبيعية مش لذيذة يعني مش مستصاغة طبعا كتير من الناس يقول لي كيف انا اكل شيء حامض يا جماعة بنقول لكم الموضوع ثقافات في كل مكان هادي يمكن في مواطنها الاصلي تعتبر فاكهة مميزة ونادرة بنقول لكم خاصة في افريقا معروف هادي الفاكهة تمام يسموها مارولا مارولا تمام آآ هنفتح واحدة معكم الان هناكلها زي ما انتم شايفين بسم الله اتاكل كده يا جماعة زي ما انتم شايفين ايه طبعا الفيزر حاجتها لونها اسود اللي يتاكل يا جماعة غالبا اللحم القشرة لحد ما مرة طيب هادي الشجرة ايضا يا جماعة فيها موجزة هتخليكم لنهاية الفيديو راح نتكلم عنها لكن تابعونا فزي ما تشايفين يا جماعة ادي الشجرة ما شاء الله تبارك الرحمن موجود السمارة في كل مكان تمام لمبك يا جماعة اكثر اسم انتشارا في سلطنة عمان لمبك انا حصل سمارة بشكل طبيعي في الارض كده بتكون موجود اه شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن ادي السمارة لما تجفي يا جماعة تكون مثل الحصة عشان كده سموها هامبو او لامبو او مانجو بوحصة يعني مانجا تجبل الحصة يعني ايه لما تجفي بتكون بهذا الشكل يعني طبعا الشجرة موجودة بشكل بري فطالع معها اشجار اخرى ماناش علاقة بيها ركزوا معي هدي وراك الشجرة وهذا الشكل المميز لها عشان ضيبا الناس اللي بتحفظ المعلومات للفايدة يعني طبعا انا باكد انها شجرة معمر ارتفاعي يصل اكتر من عشرين متر تصلح يا جماعة انا باكد لجميع الظروف حتى تتحمل اجواء الجافة والرطبة وايضا تتحمل ملوحة المية لدرجات عالية جدا. طبعا في مشكلة نباتية في هاد الشجرة راح نحكي عنها. واش المشكلة يا مهندس? لاحظوا الشجرة طالع معها اشجار اخرى. وبالتالي الشجرة يعني مش واخد الشكل الطبيعي للشجرة او الافرة حاجتها مش ممتدة اه للاسفل وبالتالي الطرح الخفيف فيها. دايما يا جماعة شجرة الفاكة سواء كانت برية او احنا زرعينا لازم ان يكون شكلها مثل شكل الشمسية عشان تعطينا طرح اكسر وشكل اجمل. طبعا زي ما تشايفين الهواء كسر فيها فروع لان ما شاء الله الحمز زيادة والاسمار مستمر للفترة طويلة من الصيف ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا الناس اتكلمنا هاد الفاكة او عصير وايضا بعض الناس يساونا مخلل او اتشار. تمنا يكون استمتعت بالفيديو. وطبعا فيه معلومة مهمة جدا اتكلمنا عنها في هاد الفاكة معجزة خليكم معايا. طبعا يا جماعة انا اتكلمت ان الفاكة دي فيها معجزة. غالبا ما تصابش بزبابة الفاكة. ليش? اول شيء الفاكة حامضة بطبعتها. الامر الثاني فيها الطبقة شوفوا لاحظوا مثل الشمع كده شايفين? ايه. مثل الشمع. وبالتالي يا جماعة اصابتها لزبابة الفاكة ضعيفة جدا. يعني الحمد لله انا هاد الشجرة متبعة لها عدة سنوات. ما فيش بيجيش فيها دود خالص. ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب. واش فايدة هاد الفاكة يا مهندس اللي صدعتنا بيها ووجحت دماغنا? الفاكة دي يا جماعة تحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين سي. تمام? ويعتبر يعني اغلب الفوايد اللي موجودة في اه. طبعا يا جماعة احنا بنتكلم كفاكة عن فوايد. الفاكة دي مفيدة جدا. للناس اللي عندها مشاكل فيروسية او بكتيرية. اه ايضا الفاكة دي تعتبر مقوية عام. اه منشط. مفيدة خاصة للرجال. تمام? طبعا انا عادي تكون هستواصل معي وهيطلب شتلات. لكن احنا هست بنزل عمنا لان الشجر ده نادر يا جماعة. ومش متوفر. تماما يكون استفاتوا. حياتنا للجميع. وشكرا لكم.